السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة على قراراتكم وصفحتكم صاحب الكرة وبسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خلاص أخواتنا الأهلوية بيحسنوا الفريق ورحوا جابوا صفقة عالمية مودست من الدوري الألماني مهاجم فرنسي أوروبي والراجل ده اللي عايز أقول لكم يعني أنتوا عارفين رأيي في اللعيبة وعارفين لما جي برونوسافيو قلت أنه هو مش عجبني وفي الأول الناس قلت لي إزاي تقول كده ولما جي ميكيسوني قلت ومش عجبني ولما جي شادي حسين قلت ومش عجبني ولما جي للزمالك سامسون أكنيولا وابراهيم رضي قلت ومش عجبني ويعني واللعابة الكويسة بقول لكم أن هم كويسين وهيجي منهم وهكذا يعني فأنا شايف أن مودست ده جماعة بسم الله ما شاء الله ولا حول رقوت إلا بالله هيجي دغدغ الدنيا في الدولة المصري ده مكينة أهداف وهدوالي يا عم مشوف الموسم اللي فات أنا مش عايز بس أعيد كتير عليكم وزننا عليكم لأن موضوع الحلقة النهاردة ناري بس أقول لكم الجملة سريعة في الأول مودست لعيب بيحب يتعامل نفسيا أنه هو لعب كبير ونجم هتعامله نفسيا أنه هو لعب كبير ونجم هيديك أقسم عنده زي الموسم كده اللي كان لعب في 32 مطش في الدوري الألماني من أقوى دوريات العالم وجاب عشرين جون وعمل ثلاثة أسست في دوري صعب جدا 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 فدرقم كبير فلو عملت كده في الدوري المصري مش يقلنا عن ثلاثين واربعين جون في الموسم والسن مايفرقش تماما في كورة القدم دلوقتي خالص خالص ويا ملعبة قد كده مودريتش 39 سنة أكيد مش بسوي مودست بمودريتش وكريستيانو بس بقول لك أمثلة مودريتش 39 كريستيانو تمانية وتلاتين ميسي 36 إبراهيمو فيتش يسا معتزل كان واحد واربعين وجون تلي اعتزل اتنين واربعين وقصص كده ورواية جون تلي اعتزل الفيوم طمانشار كانت اتنين واربعين سنة مهم ركز معي بقى وصح صح عودة مرتضى منصور لرئاسة اقدارة الزمالك وإقاف حسين لبيب وقائمته وخناقة من أعضاء ادارة الزمالك وحكاية الرز باللبن والشجر يعني دي يمكن أهم حكاية هتسمعها قبل الموسم ما يبدأ الحلويات والقطايف واللطايف الدور المصري بإذن الله يوم 18 تسعة بدايته والحمد لله اتحاد الكل ربط الأندلس ما قلناش مين هيلعب مين ولكن بكرا ان شاء الله 11 تسعة اللي اتنين فيه قرعة بإذن الله اعتقد ستة المغرب قرعة هنشوف مين هيلعب مين فخلاص يعني اللي بيقول لك لسه من هيلعب مين مش عارف تهو الافهات دي بكرا هنعرف ان شاء الله مش قصة وفيلم هو عادي يا صديق وغالبا الاهل يتعجله اول ستة او تمام مطشاط يعني يعني لانه هو ما شاء الله عنده دوري السوبر الافريقي والشامبينز ليج وكاس عامل الاندية يعني هتعجله حبة حلوية يعني هتعجله في الدور ده مثلا مش اول قصدي هتعجله مثلا ستة او تمام مطشاط لانه ما شاء الله مشارك في تسعين بطولة اللهم ما اللهم لا حسد يعني طبعا النهاردة باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك تقفل وشوفنا الناس اللي اترشحها المهم هم من الاخر التقايل هم قايمتين قايمة تكونت وقايمة لسه بتتكون القايمة اللي تكونت اللي هي فيها حسين لبيب رئيس مع حفظة لقاب للجميع فالانا هقولهم دول ومع كامل احترام للجميع حسين لبيب رئيس النائب هشام نصر الامين الثندوق اسمه المندوق الحسيني وعضاء بقى احمد سليمان وهاني بيرزي وهاني شكري وهكذا وتحت السن يرى الاحمر والمجموعة دي الناحية التانية فاروق جعفر ونائب هاني العتال وامين صندوق خارد لطيف وفي كلام بقى ان هما يجبوا علاء مقل التاني زي المرة اللي فاتت ويكلموا كابتن هشام يكن يحاولوا يعني يهدوا الدنيا معاوي يجي معاهم في القايمة عشان يتقلوا القايمة شوية في كلام ان هما كمان يجبوا احمد هاني زادة ويعني شوية برضو مجموعة والقايمتين دور يا جماعة يا ابو قايمتين يعني هيبقى في منافسة كبيرة بينهم يعني ولكن خليني اقول لك كلام الاخر وكلام يعني تييل يعني اولا تعالى بس سريعا انه موضوع الرسل بالان عشان منسهوش كابتن امنونوس النهاردة كان بيتكلم ان هو مش انتخابات الزمالك مش بالدموع والعيات بيرمي كلام يعني وان هو كان نفسه مش عارف يعني ان هو الزمالك يقف على رجله وان هو كابتن حسين السيد لو كان رايش راح نفسه رئيس الزمالك كان هو راح انتخبه على طول وهو اللي منعه من نزول انتخابات الزمالك ان احسين السيد اه مش هيرشح نفسه على الرئيس وانه مش عارف ايه تاني اللي حصل ومش عارف مين ما دخلش وقصة كده وليلة وفي الاخر يعني قصة راجب بوريك ان هو زمالكوي جدا فقال لك يعني احنا قلتنا مفاش حد اهلية واحنا زمالكوية وكانت جديدة الله رحمة لما بنيجي الزمالك يكسب لازم تعملها رز بلبن كلنا ويعني فاحنا فعلا اكبر دليل على ان احنا في الرز بلبن في نادي الزمالك انا بس فكك من اللي بيحتل ده كله بقى فكك من كل القصص دي والروايات دي اجب لك من الاخر فاحنا في الرز بلبن حرفيا فالحمد لله كابتن يعني ايمان يونس اه وضح الحقيقة بالرز بلبن اه الحاجة التانية كابتن حسين لبيب قالك انا لو كسبت هزرع شجر في النادي ايه تانية كابتن ايش لكن لو كسبت هزرع شجر ايه هزرع شجر ايه هزرع شجر عشان ايه ايه مش فعلا الاكسوجين ولا ما 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 علينا فيعني ده هدف جماعة كبير ودي اه يعني حاجة مهمة جدا فلازم اه تنتخبو كابتن حسين لبيب علشان هو هيزرع شجر ودي يعني اول حاجة في الوعود الانتخابية بتاعته لو كسب اه مجلس دارة نادي الزمالك يعني دارته يعني فانتخبوه عشان هيزرع شجر هو اكيد والله احنا بنشجع زراعة الشجر والله يعني انا ما بكلم بجد والله بس يعني ما فا 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 مناشي المهم في كلام بقى قوي ان مرتضة منصور مستاني حد من القايمتين يكسب علشان يطعن على الانتخابات علشان يطعن على الانتخابات والله الواحد يعني يوص يعني حاجة في منتهى المهم يعني مستاني ان الحد فيه يكسب عشان يطعن على الانتخابات وتتلغي ويرجع ويرفع قضية ان هو يرجع انه مش عارف هو في ليلة كده كبيرة منتظرة زمالك فتكر كلامي وده احد ازباب عدم ترشح احمد مرتضة منصور بعد ما كان يعتزم الترشح ودخول بقايمة ففي في سر كده فازبر الانتخابات تخلص يوم عشرين اكتوبر تريد انتخابات الزمالك تخلص هتلاقي بعدها بيومين مرتضة منصور رفع قضية ان هو يرجع زي ما رجع قبل كده بعدها بيومين يرفع طعن على الانتخابات مش عارف بحق يعني ما ما فهمش قانونا والله ايه قوي بعد كده ايه رجع بعد كده قبل ايه 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 ربئ وبنسطر مش هيسيب منصور مش سبب السار انه بدأ يطلب فلوس اركن عايز ثلاثين مليون جنيه دفع حم وعايز مش عارف ايه وفي عقود بتزهر وعقود بتختفي وحاجات بتيجي ففي دربكة كده حصلت فاعتقد هو مرتب الموضوع ده وفتكروا كلامي ان ان ده هيحصل الحاجات ايه برضو عايزكو تفتكروها ان مجلس احسين لبيب لو نجح واعتقد هو الاقرب للنجاح يعني بتحصر جوا خناقات ومشاكل اتمنى عكس ذلك اتمنى يعني ان الدنيا تبقى مستقرة اتمنى النادي يبقى لطيف واللي ينجح في الانتخابات يفيد النادي ولكن انا مش مقتنع مازلت مع كامل احترامي طبعا للحركة الجميلة جدا للعمل كابتن احمد سليمان مع كابتن حسين لبيب توافق هما الاثنين معيني ضد ان كابتن احمد سليمان بعد ما كان نزل الرئيس على مجلس ادارة الزمالك قدام مرتضى منصور وكان جاب 46% انه ينزل عضو عادي ما يبقاش حتى نائب او مثلا امين صندوق يعني استغرب شوية ولكن عادي وراجل بول عشان مصلحة الزمالك لكن انا هقول لك يعني فيحصل خلافات وخلاقات على طريقة الادارة وعلى مين هو المتحكم هاني برزي طبعا باستثماراته وفلوسه لبيب بخطاباته واحمد سليمان بوعوده وهاني شكري بوروده انا مش عارف والله ما يعايد حاجة على نفس الوازده والله يعني شكري برضي عايز يفرد سيطرة اكيد رجل ذو ثقل ومادوه الحسيني فهتلاقي فيه حوار ان معظمهم كبار مش كبار في السن يعني كبرات تقايل في برزي ده مثلا ده اترشح رئيس مجلس ادارة يعني ما عارفش حاطة عضو ليه ونهارده قال لك هاني برزي قامل علينا شروطه يعني حاجات كده غريبة هم اللي قالوا ففتكر كلامي مرطان منصور هامل طعن ومجلس ادارة الزمالك لما حسين لبيب يكسب هيحصل بينهم بعض مشاكل ويحصل استقالات ويحصل خناعات وبفرض سيطرة وهتلاقي ان القائمة كلها ما نكحتش هتلاقي فيه منهم ناس من بره نجحه من قائمة فاروق جعفر او مستقل مثلا هاني العتال غالبا بنسبة كبيرة هيكسب هشام نصر ويخش على مقعد نائب الرئيس هتلاقي الرئيس حسين لبيب والنائب هاني العتال وبعد كده مسلا اعضاء معاهم هتلاقي مسلا احمد 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 هانيز اده ممكن ينجح هتلاقي مسلا كابتن هشام يكن ممكن يخش ينجح قصة كده الا بقى لو انقربت الموازين وكابتن فاروق جعفر نجح مع انه ما اعتقدش هو حسين لبيب وقائمته هينجحه معادة بعض الاشخاص مش هنجحه دي وجهة نظر هنا العتال اللي احتمال كبير جدا ينجح ويخش معاه فهتلاقي قائمة مش كاملة افتكر كلمة قائمة زمائكة اللي بتاعتساله مش هتخش كاملة يبقى في ناس من بره من بره القائمة سواء مستقلة او من قائمة فاروق جعفر هيحصل خلقات جوه هيحصل استقالات هيحصل مشاكل هتسمع خطابات وترنانة عالفاضي مش حد اعمل حاجة مع كاملة احترام من الجميع هاني بيرز هيحاول يساعد شوية بفلوسه زي ما عمل في موضوع ازوريو ودفع لفلوسه هاني العتالي انه رده ارى شيك على النت باسمها نيلي على ثلاثة اتنين مليون جليل سرات مستحقات فريق كورت اليد ما عرفش ده ينفع ولا لا اصلا انا مش برتاح ومش متطمن للمجموعة اللي موجودين مش بكلم على الاشخاص بكلم على الاتتيتود او الاسلوب تحس هو هو انا هزرع شجر وانا احنا هنا واحد وكل واحد واحنا اتحادنا واتفقنا موضوع صعب وغريب اتمنى الخير بس انا مش مرتاح انا الوحيد تاني بكرر مع كامل احترامي لكل المرشحين لانتخبات نادي الزمالك واحد واحد الوحيد اللي كنت هبقى متطمن على الزمالك وهو موجود كرئيس للنادي والنائب بتاعه موجود هو كابتن حسن شحاتة لو كان رشح نفسه كرئيس والنائب كان يبقى كابتن اشرة في اسم هم دول الاتنين اللي كنت هبقى متطمن تماما الاطمانا على نادي الزمالك غير كده مع كامل احترامي للجميع لا يوجد اي حد انا مقتنع به تماما انه يحب الزمالك من قلبه مية في المية وجاي يخدم الزمالك فقط اعزولك على حاجة شايفها في اللي عمله كابتن احمد سليمان انه هو لما يعمل كده في الانتخابات دي اللي تخلص عشرين خمسة وعشرين لما ينزل الانتخابات الجانس تفتكر موقفه فهينزل رئيسة على مجل الزمالك فهينجح باكتساح تكروا كلام الحركة دي زكية احبا في الزمالك وكل حاجة كما ان الناس قالت لكن انا مش مقتنع من حق ما اختنعش كان معاك اخوك عمر عاطف من قناة صفحة صاحب الكورة بني اسطر على الزمالك اللامة الجاية تراك ان شاء الله في فيديو جديد السلام عليكم